السلام عليكم ورحمة الله وسهلا بركاته ومحبا بكم سلسات المطفقة ومنيضال ومرحبا بكم في فيديو جديد وصفة جديدة في صفنا اليوم كمية وعصر يعطينا كمية كثيرة وذلك يجب أن نشرب فيه العصر اي دائما ممكن أن نحضره في أيام في الصيف لن تحتاج شيئ برده او لف المناسبات او العراضات يكون هناك ونحضر انواع العصر التي يعطينا كمية كبيرة اليوم اشترك لكم هذه الوصفة المعتمدة لديها من سنين و الكثير منكم في موقعها اليوم سوف نشاركها معكم فيديو اذا الوصفة هي عصر الحمد بلحمد هذا سر اخر سوف نكتشفه في الفيديو عصر الاقتصادي جدا و يعطي كمية كبيرة سوف نجد الفيديو و فرجة ممتعة اذا نحتاج 10 لتر الماء اذا لديكم تنجرة كبيرة او برمة كبيرة سوف نجد الفيديو في مرة واحدة او لا نقصي على جوج سوف نجد الفيديو في كوكوتو و برمة لانه لا يوجد شيء كبير من هذا الوصفة سوف نجد الفيديو اخر سوف نجد الفيديو 5 او 10 او اذا نجد الفيديو النار سوف نجد الفيديو حتى يغلق الماء تحتاجه معه لغوم ديال الحامض او لانكه ديال الحامض علبة مرهية مركزة قد محل سوف نجد الفيديو سنود حامضة سوف نجد الفيديو اللوج و مصفة و سوف نجد فى سكار سنيدة فى سكار سنيدة او تقريب 1 ك 1.5 كلا سكار سنيدة و يبقى دائما على حسب الدوق انه هنا يقفلها كل ماء نجد فى الوصفة نجد على أسر الحامض طبيعي انا اعطيتكم الوصفة يعني كما كنا اخذو هذا العصر اولا كي يتبع في المحلات هنا كما كتشوفو بعدما بدل ما يغلى فغادي نضيف له هاد المكوينة فهد النوع العصائر هو اللي كي يتبع يعني اللي كنشربه في الزنقاء اولا في المحلات وكي يجبنا بزاف واللي كنس الموصيد خونات فكي يجي رائع يعني كي يجبنا خصوصا في ايام الصيف كي يكون الوحد عدشان وكي يشرب هد النوع العصائر فكي يكون بار جدا وهذا ايضا من الاسرار انه خصوصي برد مزيان عاد نشربوه لانه اذا شربته سخون ماذا يكون جزوين على العكس انه اذا كان بارد جدا فكي يكون ماذا قراء جدا كما قلت لكم في الاول اني نقسم الماء لجوش يعني خمسة يطر فاحتلة هاد الكيمياء هاد المكونات سنقسمها فدرس كوكوتل الاولى سبعمية وخمسين دي السكار سانيضا دفس ايضا معلقة اربع ديال سانيضا الحامضة او الحجر الليم اللي كيتباع عند العطارة كتلقاوه متوفر عندهم وكنضيف معلقة كبيرة ونص ديال نكهة ديال الحامض ايضا كتلقاوه عند بقيعي مستلزمة الحلوية فاستعملوا هاد النوع اللي بريدكم اللي انه النكهة الاخرى كتعطي اللون اسفر وكنضيف نصف علبة ديال الحليب مركز الغير المحلة وكنتخلط مزيان وكنتخلط دائما تنجرة او الكوكوتل على النار حتى يدوب السكار تماما وكنتنسجم هذه العناصير مع بعضها هذا الشكل ثم نزوله من على النار ونخلي حتى يبرد تماما بعد ان ندخلو التلاجة ثم نضيف المكونات لتنجرة الثانية ثم نضيف المكونات لتنجرة الثانية يعني سكر سانيدة سانيدة الحمضة او الحجر الليم الروح للحامض والحليب مركز الغير محلة نخلط المكونات كلها مع بعضها مزيان وكنتخلط على تنجرة نخلطهم من بعد مع بعضهم بجوش مزيان ونخلطهم حتى يبردوا تماما فهنا انا عمرت هذه القراءة الخمسة اترو لكي يبال لكم يعني الكمية التي تخرج لنا فمن الأفضل أن نضيفهم في القراءة الزج وكتشتفضوا بها في الثلاجة و لو تريدوا في المجميد فممكن نضيف القراءة الاترو وتضعها في المجميد الوقت التي تريد أن تخرجهم من قبل البشكية كيف ما قلت لكم في البداية في الفيديو ان هذا العاصر يريد أن تشرب برد جدا هكذا يجي مدقو رائع و هكذا يكون الشكل النهائي للعاصر لكي تخرج لنا 10 طرق العاصر الذي يبرد تماما و نقوم ببعض طريقة و نقدمه بصحة و الراحة نتمنى الوصفة تعجبكم و تجربوها لأنه فعلا تجي رائعة و لديدة و كما اشتو انها بكمية كبيرة و اقتصادية و لا تنسوا لايك و تعليق و اشترك في القناة و مرحبا بكم دائما و بصحة و الراحة و مرحبا بكم دائما و بصحة و الراحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة